السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الدرس الثاني من دروس تعلم Windows 7 واللي هنكلمكم فيه بإذن الله عن كيفية التعامل مع سطح المكتب أو الديسكتوب أتمنى لو الفيديو ده عاجبكم تدعموا بلايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجلس عشان نوصلكم كل جديد انتظرونا بعد الفصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركم يا شباب يا رب تكونوا بخير ورجعنا لكم بعد الفصل عشان نبدأ نكمل معكم دورة ICDL واللي منكلمكم فيها عن Windows 7 وإذن الله موضوعها لجيتنا النهاردة زي ما كلمتكم في المقدمة اللي هنتكلم فيها عن كيفية التعامل مع سطح المكتب أو الديسكتوب عندي بداية هنا أول ما بفتح الحاسوب الخاص بيا أول حاجة بشوف عندي هنا اللي هو الـ background أو الديسكتوب هنا في الوش الشاشة لو جيت هنا على يسار الشاشة هنلاقي هنا اللي هو الايكونز لو نزلنا على يسار الشاشة من تحت هنلاقي فيها اللي هو قائمة start أو قائمة ابدأ وده اللي في المنتصف ده اللي هو شريط المهام ولو جينا على اليمين هنا هنلاقي منطقة الإعلام بداية أنا هنتكلم هنا عن كل حاجة هنا بالتفصيل بإذن الله لو جينا هنا زي أنا ما قلت لكم ده اللي هو الديسكتوب أو الـ background الخاص بيا الخلفية الخاص بيا وده اللي أقدر أغيرها حتى لو بصورة شخصية خاصة بيا ممكن أغيرها عادي أو ممكن أغيرها لأي صورة تانية غير الصورة الخاصة آآ طبعا ده عن اشرح لكم من إذن الله في الدروس القادمة لو جينا هنا عن لاجة هنا آآ آآ تمام عن لاجة هنا على يد اليسار هنا بتبقى فيها الأيكونات الأساسية الخاصة بالكمبيوتر زي ماي كومبيوتر وايكونات النتورك والكنترول من اللي هو لوحة حكم عندي على الجهاز والملف الشخصي الخاص بيا وطبعا بعض الأيكونات الثانية اللي بيكون موجودة عندي على جهاز الحسوب آآ وطبعا فيه اللي هو سلة المحذوفات أي حاجة بحذيفها عندي عجهاز بي آآ تنجلي هنا على آآ يعني يجي هنا على آآ من تحت هنا علي جيه اللي هو شريط المهام وشورية المهام ده بيحتوى على ثلاث حاجات اللي هو قائمة ستارت تمام ده اللي بيبدأ اللي أنا هتحكم فيها في الجهاز وعنبدأ اللي أنا أشرح لها لكم بالتفصيل وطبعا هنا الأيكونات اللي أنا فتحها باستمرار يعني مثلا المتصفح ده أنا فتحها حاليا أو بعض الحاجات اللي أنا فتحها ويشغل عليها حاليا لو جيت هنا على اليمين من تحت علاجي هنا قائمة اللي هو منطقة الإعلام ومنطقة الإعلام هنا بتكون مقوناة من عدة حاجات زي مثلا الساعة عندي والتاريخ وبردك اللي هو السماعة آآ بعل الصوت أو قط الصوت وطبعا الايكونات بدأت الانترنت والشاحن وبعض الايكونات التانية برضك اللي أنا بستخدمها هنا آآ بتكون موجودة بتفتح مع الحاسوب تمام كده وبعدين باجعا موضح لكم هنا قائمة ستارت باجي هنا على قائمة ستارت هو اضغط عليها بزرار الفارل أيصر ضغطة واحدة كده بيبدأ يفتح للقائمة او عندي فيه زرار هنا في الكيبورد عندي آآ اللي هو الزر اللي هو الشعار بتاع الويندوز ده ده بضغط عليه ضغطة برضو هو ده وضغط عليه ضغطة بيبدأ اللي هو يفتح لقائمة ستارت هنيجي هنا على اليسار القائمة هنا عايجيب لي البرامج اللي أنا بافتحها باستمرار آآ زي مثلا عندي اللي هو برنامج الفوتوشوب بافتحه باستمرار فبيجيبهولي هنا على اساس مسلا اللي أنا بدلا ما أخش عندي على الجهاز الكمبيوتر وبعدين افتح الفوتوشوب لا فهو بيجبهولي هنا على يسار قيمة بحيس اللي انا هدخل عليها على طول افتح القيمة وبعدين اضغط على الفوتوشوب وافتح البرنامج على طول فهنا القيمة ده بيجيب لي جميع البرامج اللي انا بستخدمها باستمرار هنا برضو ده لو ما بيضغط عليها بيجيب لي جميع البرامج اللي ما تستطبها عندي على جهاز الحاسوب يعني ده جميع البرامج اللي انا بستطبها عندي على الجهاز تمام هنا لو نزلت تحت هنا ده اللي هو السيرش لو انا عاوز ابحث عن اي حاجة في برنامج مسلا عندي على الجهاز او في ملف عندي على الجهاز ومش عارف اوصله فممكن ابحث عنه هنا اكتب اسم الملف لو انا فاكر الاسم بتاعه وابدأ اللي انا ابحث عليه تمام هنا اللي هو على يمين بقى القايمة هنا قايمة ستارت ده اللي هو الوصول السريع ده الحاجات اللي انا بضغط عليها اه توصلنا بسرعة للحاجات مسلا معينة زي والموزيك والجيمز والكمبيوتر والحاجات اللي انا اه محتاج اللي انا اوصل لها باستمرار لو جينا هنا برضو على يسار القايمة على يمين القايمة من تحت علاجة هنا اللي وقف للجهاز واسليب وريستارت للجهاز وكده يبقى احتبر اللي انا شرحت لكم اللي هو قايمة ستارت ده المكونات الخاصة بها ولهنا قد انتهينا مواضحة لجيتنا النهاردة اتمنى الفيديو ده يكون افادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا معكم محمد النم على قناة تايجر اونلاين